أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية فريق النادي الأهلي نجح في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على السادة قاهرة في إياب الدور نصف نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا وبكده النادي الأهلي بيوصل للمرة 16 للمباراة النهائية والرامع على التوالي بعد الصعود في نسخ 2020-2021-2022-2023 ومن ناحية تانية مارسل كولر المدير الفني للأهلي قال أنه سعيد بالفوز على فريق الترجي التونسي والصعود لنهائي دوري أبطال أفريقيا وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي للمباراة حتى الآن لا نعرف من سيتأهل لمواجهتنا في المباراة النهائية من سانداونز أو الوداد وأي أن كان المنافس سنستعد له بشكل قوي طالما أننا نقوم بتحليل أداء المنافس عن طريق الفيديو ومشاهدة مباريات المنافسين وقال كمان سعيد بمستوى الفريق حاليا والفريق يقف على قدمه وأظهر هذا داخل الملعب عبدالواحد السيد مدير الكرة في النيدي زمالك أكد أنه تم الاستقرار على سفر محمود حمدي الوينش مدافع الفريق الكروي الأول إلى ألمانيا للخضوة لجراحة الرباط الصليبي اللي تعرض لها مؤخرا محمد غرابة مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أكد أن مؤسكر منتخب مصر هينطلق يوم 9 أو 10 يونيو الجاي استعدادا لمواجهة غينيا يوم 14 في نفس الشهر في الجولة الخمسة للقصليات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 20-24 في كودوفور الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف حدد 12 أكتوبر معاد لإقامة قرأة كأس أمم أفريقيا 20-23 اللي هتصدفها كودوفور بداية من يوم 13 يناير و11 فبراير 24-24 كمان سعد منتخب مصر للكرة الشاطئية للمباراة النهائية في بطولة كأس العرب بعد فوزه على منتخب فلسطين بنتيجة 4-3 في مباراة قبل النهي وتأهلت البطلة المصرية نور الطيب المصنفة السادسة عالميا لسيدات السكواش إلى الدور النصف النهائي في بطولة منشستر المفتوحة للسكواش اللي تصدفها مدينة منشستر في الفترة من 17-21 مايو بقيمة جوائز مادية وصلت للـ 77 ألف دولار للرجال وزيهم للسيدات كمان اتأهل علي فرج لاعب وادي ديجلة طارق مؤمن لاعب الجزيرة كريم عبد الجواد لاعب زاد للدور النصف النهائي بطولة منشستر المفتوحة للسكواش وقات النتائج كالتالي فوز طارق مؤمن على نيكولاس مولر بنتيجة 3-2 فوز كريم عبد الجواد على الفرنسي فيكتور كورين بنتيجة 3-3 وفاز علي فرج على الإنجليزي باتري كروني بنتيجة 3-1 على النادي باريس سان جرمان الفرنسي توقيع عقد جديد مع مدافعه البرازيلي ماركينيوس قائد الفريق حتى عام 2028 وذكر النادي على موقعه الرسمي أن ماركينيوس وقع عقد جديد مع النادي حيمتد لحد صيف 2028 ألمان بأنه نضم للفريق في صيف 2013 قادما من روما الإيطالي خلصت ننشرتنا الرياضية وهنعود مرة تانية لشازلي وجمانة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مارك شكرا لك